أن يسألهم وهم ميتون يقول اشفع لنا يا فلان إنسان الآن في زمانة هذا يقول يا عمر اشفع لي ما يصير عمر لا يسمعك رضي الله عنه ولن يشفع لك وكأنك تقول أن عمر يسمع كل أحد في كل مكان وهذا من الكفر والعياذ بالله وكالك من يدعو عليا ومن يدعو فاطمة ومن يدعو الحسين ومن يدعو المنتظر ومن يدعو البدوي ومن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أيا كان دعاء الأموات كفر بالله تبارك وتعالى سواء دعاهم وطلب منهم مباشرة أو طلب منهم أن يشفعوا له عند الله تبارك وتعالى أنه يعتقد أنهم يسمعونه ويردون عليه ويستجيبون له لا ما يجوز هذا فإذن طلب الشفاعة لا يجوز إلا بإذن الله ورضاه سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشروع له